لها حدودها يعني هما نفسهم عندهم في مواقف معينة لا ييجي عندك بقى طب أنا قلتلك مثلا إن أنا عايزك مش عارف تعمل إيه مثلا في المجتمع بتاعك أو تعمل حاجة أنا اللي عايزها بس أنا مالي ومالك فالواصل للمرحلة بقى دلوقتي إن إحنا رضينا بالهم وأنجلينا مش راضية بينا الست أنجلي جولي مش راضية بينا يعني خلاص حضرتك عملت وهو يعني هو السوق العربي قد إيه من عرض الفيلم يعني في إرادات الفيلم لأنه في ناس من ديزني قالوا إيه قالوا خلاص يا جماعة نشيل المشهدين اللي في الفيلم ده ونعرض الأفلام في يعني في العالم العربي والعالم الشرقي وخلاص من يعني ما قال لك لا إحنا الفيلم وجات مخرجة الفيلم قالت لك السياق السياق الدرامي إيه ده هو مشهد واحد فيه بوسة إيه السياق الدرامي فيه أيوة حتقول لي ما هو ممكن يتعرض على مناصة طب خلاص بس بقى كمان أنا ما ينفعش فيلم ديزني اللي جاي محطوط عليه الريتنج بتاعه إنه لكل أفراد العيلة يبقى فيه مشهد زيده يعني على الأقل يا جماعة احترمونا في الريتنج بتاعكم يعني أنتو دلوقتي أنا لما باجي مثلا قاعد معيالي وبتفرج على نتفليكس ولا على أبل تيفي ولا على أي حاجة الريتنج اللي في الأول ده 18 سنة ده مش عشان بس مشاهد خارجة لا عشان العنف عشان الدم أنا مثلا عندي عيل عنده 7 سنين 8 سنين 10 سنين 15 سنة أنا مش عايز أشوف مشاهد الدم أو يعني غير كمان المشاهد الجنسية هو إيه المطلوب يعني إيه اللي عايزينه يعني بنفهم قوي لما يتكلموا عن حرية الرأي ماشي عن حرية العقيدة تحت عمرك إنما بقى حرية لا كتير يعني بصراحة زودتوها وبصراحة كتير كتير لأنه لأنه المجتمعات كمان عندها اللي اتدفع عنه عندها شيء يعني كم في المية من العالم العربي ممكن حد يبقى مقتنع إن ده شيء طبيعي كم في المية يعني أنا اللي بيجنيني بس إن يطلع ناس من وسطرة كده يا أخي بقى خاها ما تسيب بقى الناس لا بصوا كويس يا جماعة في الجيمز بتاعت الولاد بصوا كويس في المسلسلات الكوميدي مسلسلات الكوميدي دلوقتي السيد كومز كلها كده ما بقيتش زي فرينز هابلة وغريبة وادحك وقطة وبدتة وكاروني كارونيتة لا خالص الموضوع بقى حاجة تانية خالص وبقى جهارا نهارا عادي يعني أنا بس حبيت أبتدي الأول بالخطر ده لأنه يعني اعملوا لأنتوا عايزينه في حياتكم ملكوش دعوا بحياتنا يعني مش كمان حنتهاجم مش كمان حيتقلنا أنتوا ازاي دول مش شايفة الجمال في العلاقة اللي بين اللي تنهلن من نفس الجنس للأسف أنا برجع يعني أنا ما بشوفش الجمال يعني ما بقدرش أستحمل هذا المشهد يعني اللي هما عايزين في فيلم وده عشان كده نواف عن موضوع فيلم لديزني